الحقيقة الواحد النهاردة كمصري كان حاسس بفخر كبير جدا جدا وسعادة جديرة جدا جدا وهو بيشوف يمكن زعماء ورؤساء العالم على أرض مصر بيشاركوا في مؤتمر المناخ في أرض السلام شرم الشيخ وفي فترة صعبة جدا جدا بيمر بيها العالم هذا الاحتفالية الكبيرة وهذا الاجتماع الرئاسي على مستوى العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كل يوم الحقيقة بينقل مصر لمكانة أكبر على خريطة التأثير العالمية في مختلف المجالات الحقيقة والنهاردة بيأكد للعالم كله قوة مصر مكانتها الكبيرة وريادتها في العالم كله لأن في الحقيقة في دول كثيرة جدا جدا في الفترة الصعبة ديت كانت عجزة عن تنظيم مثل هذا المؤتمر العالمي احنا كمان بنقول لكل ديوفنا لكل رؤساء العالم وزعماء العالم ادخلوا مصر آمنين ان شاء الله مصر بلد الأمان مصر بلد الحضارة ودايما مصر بلدنا الحبيبة هي محور العالم كله الحقيقة كمان من الحاجات اللي عجبتني جدا طبعا كلمة رئيسنا عبد الفتاح السيسي لما طبعا في نهاية كلمة وجه رسالة للعالم كله بضرورة ايقاف الحرب الساخنة ما بين روسيا واوكرانيا وفرض السلام العالمي الحقيقة صورة تدعو للفخر صورة تدعو كل مصر يفتخر ببلده وفي ظروف صعبة جدا بيمر بيها العالم كله احنا كمان بنمر بظروف صعبة لكن ده جزء من تدعيات الحرب ما بين روسيا واوكرانيا اللي نادى بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بينهاء هذه الحرب الجارية طبعا وجود رؤساء العالم وزعماء العالم على ارض مصر في بقعة جميلة على مستوى العالم ارضنا العزيزة شرم الشيخ بيعكس دور مصر بيعكس دور مصر على المستوى العالمي وان مصر دايما هي محور العالم اكيد هي محور وطننا العربي ومحور افريقيا هامي جدا لكن كمان على المستوى العالمي مصر بتزبط كل يوم تحديات كثيرة جدا جدا بتمر بيها بلدنا وعندنا مشاكل كثيرة جدا جدا ولكن يبقى هذا الرجل عبد الفتاح السيسي هو رجل المهام الصعبة رجل الحقيقة بيفتح ملفات كثيرة جدا جدا ملفات صادمة وبيعالج كثير من الزعماء وكثير من الرؤساء كانوا للأسف بيعملوا عمليات تغدير مصر في الفترات الأخيرة ما بتخشش في عمليات التغدير ولكن بتخش في عمليات جراحية دقيقة جدا على جميع المستويات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي وزي ما بنقول رئيسنا عبد الفتاح السيسي رئيس يتمتع بالتحدي رئيس يتمتع بالمصداقية والشفافية رئيس يتحدى كل الملفات الكثيرة اللي مرت بها مصر رئيس بيحب بلده وإحنا بنحب جيشنا وبنحب بلدنا وإحنا وراء كل من يحافظ على أمنه واستقرار مصر العزيزة صورة أمام حضراتكو زعماء العالم موجودين على أرض مصر العظيمة تحت رعاية قائدنا عبد الفتاح السيسي بتحتضن مؤتمر المناخ العالمي صورة لها معاني كثيرة جدا جدا في الأوقات الصعبة اللي مدمر بيها حتى على المستوى الاقتصادي صورة بتدي انطباع وبتديك أمل وبتديك طمأنينة لمستقبل مصر عندنا بعض المشاكل آه عندنا بعض المشاكل عندنا بعض الأزمات آه عندنا بعض الأزمات ولكن إن شاء الله بإذن الله حنمر بكل الأزمات وحنعدي كل المشاكل لأن مش أنا اللي بقول كده ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده ستظل مصر دايما بلد آمن مصر طبعا المذكورة في الكرآن والإنجيل عندنا ثقة كشعب مصر اللي عندنا كانت تحديات كثيرة جدا جدا وآخرها في 2013 وإزاي خرجنا من هذه المشاكل وإزاي خرجنا من هذه البقعة الصعبة جدا عشان نواجه تحديات تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي اللي الحقيقة يمكن تتطفق أو نختلف على سياساته لكن أنا ولا خبير اقتصادي ولا رجل سياسي لكن عبد الفتاح السيسي رئيسنا طبعا رئيس يتمتع زي ما بقول لحضراتكم بالمواجهة مواجهة المشاكل حل المشاكل الحل الجزري من الجزور المشكلة نفسها لها عواقب على المستوى الاقتصادي أكيد ولكن في النهاية أنا عندي ثقة كبيرة جدا جدا إن احنا هنخرج من هذه الأزمة بالمنظر اللي قدام حضراتكم بالصورة اللي قدام حضراتكم بوجود زعماء العالم في أرض مصر العظيمة اللي بتدل يعني بتدل على دلالات كثيرة جدا جدا وهي الأمان الأمان اللي هو دايما هي ما بين خسين كده هي بوابة مصر مصر دايما هي بوابة الأمان إن شاء الله كل التوفيق لبلدنا العزيزة مصر ودائما في استقرار ودائما في تقدم بإذن الله